ذكر بقى كأس الكقوس الافريقية برضو عايزين نعرفكم من انبارح الفريق الاول لطبعا كرة اليد رجال بالنادي الاهلي استهل بالفعل مشواره في بطولة كأس الكقوس الافريقية بالفوز على منافسه الاثيوبي مش مجرد فوز احنا بنتكلم على اكتساح بنتيجة 59 تمانية كان الفريق توج طبعا بلقب بطولة كأس السوبر الافريقي على حساب الزمالك وحجز بالتالي مقعده في بطولة كأس العالم للاندية سوبر جلوب كمان الفريق الاول لكرة اليد سيدات في النادي الاهلي فاز على فريق او على منافسه الكنجولي ضمن المنافسات الجولة الاولى بنتيجة 3026 ودي المباراة اللي كنا خايفين منها وكنا قلقانين منها يا كريم فالحمد الله طبعا شغل محترم جدا وده بيترجم نظام محترم وشغل واستعداد محترم وإدارة محترمة كل ده بيترجم يا جماعة كل حاجة ليها ترجمة كل حاجة بيبقى وراها اكيد شغل محترم بيتم فمبروك والمزيد المزيد كمان من التقلق في الفترة اللي جاي اكيدنا كمان ده